زي ما حالكم عارفين الأهلي خلاص كان دخل المعسكر الخاص بنهائي كأس مصر يوم الخميس أو المبارح ومن خلال تواجده في مقر الإقامة الخاص بي في مدينة برج العرب قبل المباراة دي لقطات من الكواليس الخاصة بالفريق ومران الفريق بالأمس وتدريبات كلها أكيد غاية في الأهمية بيستعد من خلالها أو استعد خلاص من خلالها النادي الأهلي لتحدي اليوم ونهائي كأس مصر أمام فريق طلاقة على الجيش ده الملعب ده الملعب الخاص بالفندق اللي كان متواجد فيه لعبي النادي الأهلي وطبعا تدريبات تحت إشراف الجلز الفني بالكامل بقيادة مستر بيتسو موسيماني عجبني جدا حالة الجدية اللي عند اللاعبين وهي دايما يعني عقلية أي لعب يكون متواجد في النادي الأهلي انت حققت أبطولة كبيرة لكن دايما لازم بتفكر في اللي بعد كده بتفرح شوية وبعد كده بتخش على اللي جاي بتحاول تحققه وده اللي بإذن الله من خلاله إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يفوز على طلاع الجيش النهاردة ويضيف بطولة جديدة في رصيده عجبني كمان ولقطاته أكيد انتوا هتشوفوها دلوقتي معنا حضور الكابتن محمود الخطيب وهو زي ما حرارتكم شايفين كده اجتماع أو جلسة على هامش تدريبات الأمس ما بين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومستر بيتسو موسيمانيا مدير الفني الفريق وعجبني أوي حرص الرئيس النادي على التواجد ومؤذرة اللعبين دائما وأبدا أيا كانت إيه مدى أهمية هذه التحديات المختلفة وبصراحة الراجل بيبذل مجهود كبير أوي كابتن محمود الخطيب مش بيكتفي بس بأنه رئيس النادي بيحاول يوفر الأجواء وكل الكلام من ده أعرف أهمية تواجده وأهمية مسندته ومؤذرته للعابين في مثل هذه البطولات ومثل هذه المباراة الهمة في كل الأحوال نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في الفترة الحالية بداية من مباراة كأس مصر مروراً كمان بمباراة الدوري العام اللي حيبتدي إن شاء الله في يوم 11 أو 12 من الشهر الجاري وكمان في مباراة السوبر الأفريكي بإذن الله اشتركوا في القناة